مدينة نوتينجهام في إنجلاتيرا تمتد على سلسلة تلال من الحجر الرملي الذي يشكل تلال منخفضة شمال نهر ترينت هذا الحجر الرملي تشكد قبل نحو 230 مليون سنة هذه نوعية من الحجر الرملي غير عادية حيث يمكن الحفر بداخلها بسهولة ويصر وقد استغل السكان الأوائل من نوتينجهام هذا المجال الفريد من نوعه لخلق مساحة معيشة عن طريق حفر الكهوف وبناء منازل كلاسيكية بداخلها ولا تزال هناك مئات الكهوف تحت المدينة الحديثة من نوتينجهام لم يتم اكتشافها إلى حد الساعة ترجمة نانسي قنقر